وكيف تابعت اليوم الأول من الانتخابات وحتى الآن اليوم الثاني؟ في البداية أهلا بك إيمان وأهلا بكل أستاذ المشاهدين والناخبين نحن في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 20-24 مر اليوم الأول من الانتخابات في مشهد انتخابي منظم ومنضبط ومرتب بشهادة الجميع هذه ليست شهاداتي الشخصية رغم أنه من واقع التحليل الشخصي بالأمس انتهى اليوم من التاسعة صباح وحتى التاسعة مساء حتى في اللجان التي صدر قرار من الهائة الوطنية للانتخابات بمد أجل التصويت حتى نهاية آخر صوت انتخابي داخل محيط اللجنة الانتخابية جميع المرشحين على صفحتهم الشخصية كل المتابعين جميع وسائل الإعلام جميع المنظمات سواء كانت الدولية أو المحلية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج شهدت بالأمس للدولة المصرية بقدرتها على تنظيم هذا المشهد الانتخابي بهذا الشكل المشرف نعم طيب أتحدث عن الناخب المصري كان هناك دعوات أو ربما البعض صار وراء هذه الدعوات لتتحول إلى توقعات خاطئة وقد أتبت المصريون بالأمس يعني خطأ هذه التوقعات وهو أن سيكون الإقبال ضعيف على الانتخابات نظرا لدعوات أن النتيجة محسومة ولا داعي للنزول لكن الناخب المصري دوما يفاجئ التوقعات بالأمس كانت هناك مفاجأة بحالة الإقبال من كافة الفئات العمرية من الشباب بين السيدات والتواجد أمام طوابير في بعض اللجان في رأيك يعني ما هي الرسالة التي أراد الناخب المصري أن يوصلها بهذا المشهد الناخب المصري والمواطن المصري لم يزبط فقط بالأمس أنه على قدر التحدي بمعنى الشعب المصري دائما ما يكون حاضرا ومشرفا في كل المراحل التي ينادي فيها الوطن على المواطن بمعنى أن هذه العملية الانتخابية مصممة بالأساس للمواطن والناخب المصري لدينا قاعدة انتخابات كبيرة تتجاوز 67 مليون ناخب كل الحاجات اللي حضرتك قلتها دي كانت شائعة وأنا بسميها الدعاية السلبية بمعنى أولا يعني كانت شائعة أكثر من توقعات هي شائعات لأن التوقعات قد تصيب وقد تخطئ ولكن بناء على تحليل وبناء على قراءة للمشهد لكن أن نسبق الأحداث وأن نستبق المشهد ونتحدث قبل بداية العملية الانتخابية أن الانتخابات محسومة وأنا بقول على الهواء مباشرة رغم اختلاف الوزن النسبي لكل مرشح إلا أن الانتخابات تنافسية تنافسية بمعنى وجود أكثر من مرشح يفرض أن الانتخابات تنافسية الأمر الآخر محسومة نعم لأن المواطن هو من سيحسمها يعني صناديق الانتخاب والاقتراع وأصوات المواطنين هي التي ستحسم هذا المشهد الانتخابي لصالح مرشح وفائز واحد وعندما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وهنا أحب أقول حكي الشيء الأول أن الهيئة الوطنية للانتخابات وما تقوم به من دور تنظيمي وإشرافي ولجان متابعة ولجان للرصد وتسكيل للقضاء أكثر من 15 ألف قادي من مختلف الجهات والهيئات القضائية يقومون بالإشراف على هذه العملية الانتخابية والحقيقة أن مرسلين يعني كانوا يشيرون إلى فكرة تعاون القضاء أنفسهم مع استفسارات المواطنين المستمر يعني مكان اللجنة الانتخابية كيفية الإدلاق بالتصويت حالة من التعاون كانت ملحوظة من القضاء المشرفين في مختلف لجان الاقتراع الجميع من القضاء المشرفون من وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين اللجان من المواطنين من السادة مندوبي المرشحين من الكل حريص على خروج هذا المشهد بهذا الشكل المشرف وهقول لحضرتك مجموعة من الأرقام البسيطة التي تكشف اهتمام المواطن وللأسف بعض وسائل الإعلام أيضا المغرضة نقلتها بطريقة سلبية المؤشر الأول أنه عدد من استعلم عن لجنته وصوته الانتخابي ومقر اللجنة بالأمس في اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحا حتى اربعة ونص عصرا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بلغ خمسة مليون مواطن هنا لا أقول خمسة مليون ناخب هو خمسة مليون ناخب متوقع إنه خمسة مليون مواطن استعلم عن مقر لجنته الانتخابية لديه النية للتصويت إذن لديه النية للتصويت فاتخذ القرار الأول بمعرفة لجنته الانتخابية الأمر الآخر أنه الجميع يسر كافة الإجراءات لكافة القطاعات ولدينا أمور يجب أن نشير إليها الأمر الأول زاوي الاحتياجات الخاصة زاوي الاحتياجات الخاصة حارصة الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقا هذا الترتيب لم يأتي صدفة ولم يأتي في يومها النبأ مسبقا الهيئة الوطنية للانتخابات قالت أنه كافة التيسيرات والتسهيلات متاحة لزاوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والتجهيزات الطبية من وجود اللجان في الدور الأرضي في مراكز ولجان الاقتراع من المدارس أو مراكز الشباب أو الوحدات الصحية من أسلوب التعامل الراقي والمحترم من السادة القضاء والمشرفون والفنيين أو بعض الموظفين الذين يتابعوا العملية للانتخابات وذلك أثر على ملاحظة تواجد دوي الهمم بكتافة من المشاهدة طبعا الأرقام فقط الكفيلة بإصدارها هي الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمراتها الصحفية التي تصدر على مدار اليوم لكن من المشاهدات من خلال مراسلين ومتابعة الكاميرات كان فيه تواجد ملخوض لدوي الهمم نحن نتابع المشهد من خلال وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو العربية أو الدولية من خلال طوابير الانتخاب هذه المشاهد على الهواء مباشرة هذه المشاهد لا تجذب ولا تتجمل نما هو أمر واقع وأنا لاحظت أمرين الأمر الأول أن الشباب والمرأة يتصدرون المشهد الانتخابي البعض كان يتحدث عن عزوف الشباب وأنا أتساءل لماذا يعزف الشباب عن المشاركة الإجابة على الهواء مباشرة الشباب يتصدر المشهد الانتخابي السيدات دوما يتصدرون المشهد الانتخابي المرأة دائما وأبدا وأولا لأن المرأة أولا هي أول من تشارك وكانت الملحظة الأولى أنه اللي خرج في الصباح من التاسع صباحا كانت المرأة المصرية المرأة المصرية أيضا في مصر ليست مسؤولة عن صوتها فقط وإنما مسؤولة عن صوت الأسرة المصرية إذا خرجت المرأة المصرية خرجت الأسرة المصرية والأرقام عندما تعلن لأنه أنا ليه ملاحظة لا يجوز لأي وسيلة إعلامية أو متابع أن يعلن عن أي أرقام أو حتى مؤشرات أو توقعات صحيح لأنه الهيئة الوطنية الانتخابات هي الوحيدة المنوط بها إعلان الإرقام